احبائي اهلا بيكم في حلقة جديدة من بناميك ومدارب حياة مسيحية والسؤال بتاع النهاردة الحقيقة سؤال من عمقه محتاج ان احنا يعني نعمل فيه محاضرة كاملة يعني كان فيه كتير السؤال بيقول ازاي اشعر بالسعادة واجعلها عادة هل السعادة عادة؟ سؤال حلو جدا كتير سؤال ازاي اشعر بالسعادة وااجعلها عادة هل السعادة عادة؟ بالتأكيد اه الانسان من هنا عبارة عن مجموعة من الافكار ومجموعة من العادات اقدر اغير افكاري واقدر اغير عاداتي يعني كده سعيدة هغير حياتي كلها تمام؟ لشان كده فيه احدى كتب كتب الكلام ده غير تفكيرك تغير مصيرك غير عاداتك تغير حياتك يبقى العادة السعادة عادة هقول لك على كان نقطة من النقاط المهمة جدا تعلمناه في التنمية البشرية تخلي السعادة تدخل بيتك وتستمر فيه باستمرار وتبقى عادة حياتية حاجة الأورنية الابتسامة ابتسم احنا كنا بنقول دايما زمان قبل بنعرف علوم التنمية البشرية الناس العالم كان يقول ايه لازم ابقى سعيد عشان ابتسم جيه بعد كده علماء التنمية البشرية قالوا لك لأ انت لما تبتسم هتبقى سعيد جرب انك تبتسم او ما تصحى من انهم ابتسم ولو بقيقة واحدة جرب وشوف الحالة نفسية شكلها ايه في الزمن بتاعنا ده بتاع الكورونا ان لما تلبس الماسك ده وانت لابسه ابتسم تحتيه شوف جرب يلا ناس مش شافئك هو بس ابتسم كده تحتيه شوية كده ابتسم وانت في القطر ولا انت في الترماء ولا في الموساطة بس ابتسم وانتبص لابسك منتهى السعادة كل تفكيرك ايجابي لانك مبتسم يمكن تقدرش تعملها وانت شايل الماسكة وان ربنا بقيت لك الماسكة عشان تبتسم هتبص لابسك فعلا بقيت سعيد ابتسمة حاجة مهمة نمرة اتنين ركز في كل ما هو ايجابي في اي شخص بتقابله وفي اي موقف انت موجود فيه نمرة ثلاثة اعمل خير لما تعمل خير هتوسعد سعادة كبيرة جدا جدا نمرة اربعة خد ما ابدأ عيش سعيدا اجنا ما كنت وكيفا ما كنت السعادة ما بتعتمدش على الظروف السعادة ليست فيما نمتلك بل انا استمتع بما نمتلك نمرة خمسة الحب ايش بالحب الحب ايش في حاجات كتيرة جدا ادي حب اكتر هتسعر بزعادة اكبر نمرة ستة اعمل على تغيير نفسك مش تغيير غيرك انت طول الوقت تقول اغير مراتي اغير من ولادي انا اش عارف مين اعمل ايه من نفسك من نفسك انت خلي طول الوقت بتعمل على انك تغير من نفسك نمرة سبعة استمتع بجمال اللحظة اللي انت عايشها مشكلة كبيرة جدا انك انت تلاقي نفسك فكر كده وانت في العربية طول الوقت يا اما نبان على الماضي او الا ام المستقبل وبتنسى تستمتع بجمال اللحظة جمال اللحظة اللي انت فيها السعادة الحقيقة انك تستمتع بجمال اللحظة اللي انت عايشت ادي عدتلك على سبع حاجات يفيدوك جدا عشان تحول السعادة الى عادة يومية باستمرار يا عم ابتسم يا عم مش حاجة ابتسم كل حاجة تبع حلوة ابتسم هتشعر بسعادة كبيرة جدا جواك ربنا خلي ايانا كلها سعادة وفرح بإذن الله ونشوفكم الحلقة ان شاء الله